اشعل الدول المغربي حكيم زياش الجدل مجدداً بعد رده على تصريحات الممتلة والمغنية فاتي جمالي التي اتهمته بالتكبر وعدم الرد عليها عندما قالت له هاي في أحد الأماكن العامة ونشر حكيم زياش مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام رد فيه بطريقة غير مباشرة على جمالي حيث ظهر فيه المدرب الأمريكي ديون ساندريس وهو يقول انظر إلي ما الذي يمكن أن يجعلك تعتقد أنني مهتم لرأيك بي لم تصنعيني ولن تستطيع تدريبي وأضاف زياش في تعليقه على الفيديو أحب هذا الرجل عندما تعتقد أنك تعرف كل شيء تذكر أن هناك دائماً شخص ما يعرف أكثر منك شكراً لك ديون ساندريس على هذه الكلمات الرائعة دخل الشيخ ردوان بن عبد السلام على خط الواقع التي حدثت بين الدول المغربي حكيم زياش والممثلة فات جمالي وسردتها الأخيرة في فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام ونشر بن عبد السلام تدوينة عبر المنصة ذاتها جاء فيها فاشلف تمثيل الغناء وعرض الأزياء والإعلام في كل شيء مشات تتعنب على زياشق معها خارجك تقول عليه متكبر وفرحانة أنها جوباته بالسبان وتابع ردوان وانتي المسطية ما عارفه شيء أن زياشق يضحك مع ماما فقط أش وصلك عنده وش نباغي منه إذا بغيت تتعنب سير قصد نايمار عاد زيدها كتتكلم بالفرنسي زي ما شوفوني راني واصلة يا كنت مغربية وكتخاطب المغاربة والفرنسية على شبلت الناس في خرجة متيرة شاركت الفنانة فاتي جمالي مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام توضح من خلاله تعرضها للقمع من طرف اللاعب حكيم زياش وذلك بإحدى الفنادق الفاخرة بدباي وقالت فاتي جمالي طلقيت مع واحد اللاعب مغربي وجيت باش نهضر معاها وهو بدك يخنزر ومعايا صحاباتي ماشي مغربيات ومن بعد عاوت طلقيت حد الباب ديال الفندق وقلت ليه شو ما هادشي وهو يعيرني وهذا اللاعب هو حكيم زياش فجع البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينج جمال بن صديق بوفاة أخته حسب ما أعلنه عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام وحرص جمال على نعي أخته في منشور جاء فيه إن لله وإن إليه راجعون تخونني الكلمات لن ننساكي أبدا أخت الغالية إن لله وإن إليه راجعون ويشار إلى أن جمال بن صديق قد اكتفى بإعلان خبر وفاة شقيقته في الوقت الذي حرص فيه على حضر خاصية التعليقات وفي سياق آخر غصت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام بفيديوهات وصور دعم بن صديق لضحايا الزلزال من عين المكان وسط إشادة كبيرة من النشطاء بالالتفات الإنسانية ودعمه لأبناء وطنه في محنتهم حسم الفنان المغربي محمد الريفي جدل اعتزاله المجال الفني بصفة نهائية وذلك عبر أحدثي منشور له عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام وأرفق الريفي صورته بتوضيح جاء فيه بزاف الناس تيسولوني والصاف اعتزلت تنقو الناس والله العظيم نخلص العقود ديالي والكونترات اللي بقاولي رهت شي قلت في الأول ما تبقاش تقولوا ياك حبستي نكمل عقود اللي بقاوا وجدير بالذكر أن الفنان محمد الريفي قد أعلن مؤخرا تفكيره في الاعتزال كما سبق له أن تقاسم مع متابعيه عبر دات المنصة مقطعا مصورا واتقى رفعه الآدان بالمسجد بطريقة مفاجئة أعلن الفنان المغربي حمز الفلالي عن دخوله القفص الدهبي للمرة التالتة عبر خاصية ستوري على حسابه بالانستغرام ونشر حمز الفلالي صورة جمعته بزوجته التالت وعلق عليها قائلا بالتجربة ابنت الناس كينين أولاد الناس كينين عمرك تقدر تعرف وقتا السيد ربي اقدر يعودك بإنسان أو إنسانة تقدر تبيلك أن الحياة مازال فيها آمال وأضاف الفلالي من هاد المنبر اللي شابعني فاقك دوب بغيت نقول هاد السيدة اللي عمرني غادي بيينها وندير نفس الأغلاط شكرا شكرا حيت لقيتك في جنبي في الفرحة وفي الأزامات شكرا على حبك الخالص شكرا حيت قبلت تكوني مراتي وخاقال عليا بالزاف ديالحويج وتحديتي العالم احتفلت المخرجة المغربية أسماء المدير بفوزها بالنجمة الذهبية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم على طريقة النجم الأرجونتيني ليونيل ميسي ليلة التتويج بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت بدولة قطار واحتضنت المدير جائزتها وهي على سرير النوم عقب التتويج ووتقت اللحظة عبر صورة تقاسمتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أرفقتها بتعليق طريف جاء فيه ها هي نجمتكم يا مغاربة تحاربن على ودها عشرين عام وهي غايبة بززب الشدينها اتبات هاد الليلة احنا الحلفو هي تحلف والو من تخرجها هاد المرة من مطار المنارة هاد جهدي عليكم انا دابا بغيت غنعس اتار فستان الفنان القدير نبيل عبيد الذي ارتدته في مهرجان البحر الاحمر السينمائي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان لاحظ الجمهور انها ارتدت نفس الفستان منذ سبعة وعشرين عامان وذكرت صفحات خاصة باخبار الفن والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنان القدير نبيل عبيد ارتدت نفس الفستان عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها ولم يتم ادخال اي تعديلات على الفستان سوى فتحه قليلا على منطقة الصدر فظهرت نبيل وكأن الزمن لم يمر بالنسبة لها وتساءل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كيف بعدها محتفظة فيها؟ توفي الفنان المصري اشرف عبدالغفور يومه الاحتالي الدجنبير الجاري عن عمر الناهز الواحد وتمانون عاما اتر تعرضه لحادث مروري حسب ما ذكرته وسائل اعلام مصرية ونقل الممتل المصري وزوجته الى مستشفى الشيخ زايد في مدينة 6 اكتوبر شرقي القاهرة في محاولة لانقاذه لكنها باءت بالفشل نتيجة توقف عضلة القلب بينما لا تزال زوجته تتلقى العلاج في المستشفى وترك الفقيد بصمة خاصة في الدراما التلفزيونية التاريخية كما في مسلسلي عمر بن عبد العزيز وحارون الرشيد وكان اخر ادواره في التلفزيون في مسلسل رشيد الى جانب ابنته الممتلة ريهام عبد الغفور وتولى الفنان الراحل اشرف عبد الغفور منصب نقيب المهن التمتيلية وخلفه في المنصب النقيب الحالي اشرف زكي